الأسبوع اللي فات كنا عرضنا على حضراتكو قصة حلوة لأختين كده حلوين فتحية وفهيمة وهما يعني من الحالات الخاصة لأن هما من قصار القامة الأخت الكبيرة فتحية 76 سنة ما تجوزتش أختها التانية صغيرة اللي تجوزت فهيمة 71 سنة لما اتجوزت أخدت أختها معاها وفضلت بترعاها طول فترة زواجها ولما خلفت بنت قررت البنت بعد شوية أن هي ترعى الأم والخالة تاخد بالها من الأثنين صورنا معهم تقرير تقرير حلوة قوي هما بس كان عندهم مطالب لأنه هو طبعا نظرا للحالة الخاصة قصار القامة مع التقدم في العمر فكان عندهم عدد من المشاكل التوبية بعد ما زعنا التقرير على طول أنا قلت أن هما يعني محتاجين علاج محتاجين عمليات محتاجين اهتمام ورعاية طبية خاصة بعد ما التقرير اتزع تقريبا بدقائق زميلي قالوا لي أنه رئاسة الوزراء أو بالتحديد الدكتور حساب المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العولية والإستغاثات توصل مع البرنامج الخلاص الحالة دي إحنا هنشوف هما عايزين إيه وهنقدم لهم كل الرعاية والعلاج الكامل بعد ما الحلقة خلصت الحقيقة كلمونا مرة تانية وبشكل مباشر وكان فيه اهتمام كبير جدا بالحالتين لأن هما بيمسوا القلب يعني جمال كبار في السن بيتحكوا رغم كل التعب والأمراض والحاجات الكتير وظروف كتير الوحشة اللي عاش فيها لك عدتهم بيتحكوا وحتى هما بيتكلموا على مرضهم كانوا بيتكلموا بشكل يعني فالمهم يعني أنه كان فيه اهتمام كبير بالحالتين ودكتور حسام بلغنا بشكل مباشر أنه هيحصل واحد اتنين ثلاثة الواحد اتنين ثلاثة اللي اسمعناهم بالليل حصلوا الصبح الساعة 8 الصبح كان فيه عربية موجودة قدام بيتهم أخدتهم والعربية كمان كانت مجهزة فيه طبيب فيه ممرد ونقلوهم لمستشفى عن شمس التخصصي وزي ما احنا شايفين في الفيديو كل الفحوصات الطبية المطلوبة اتعملت وبعد ما خلصوا كل الفحوصات وصاموا هم عايزين ايه بيشتقوا من ايه ايه نوعية العمليات اللي ممكن يكونوا محتاجينها حجزوهم الاتنين في المستشفى علشان يعملوا لهم العمليات المطلوبة بشكر كل الجهات الحقيقة مجلس الوزراء الأستاذ هاني يونس بشكر دكتور حسام اللي اهتموا بشكل كبير جدا جدا بالحالتين دي وقالوا أنه اي حالات في هذا الشكل بتعرض لنا منبعاتها لهم وبيتعاملوا معها على طول معي على التليفون دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك الحمد لله أنا عايزة اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الاهتمام وهستعزن حضرتك قبل ما تقولي بس اللي حصل كده على طول في هذه الحالتين هستعزن حضرتك خلينا نشوف مع المشاهدين التقرير اللي بيرصد الحالة من أول ما تعرضت لغاية ما يقدم ليها أو بيقدم ليها بالفعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة